الجزء الثالث للموضوع اللانظمية أو الأرثمية فنبلش وياه أول حالة وهي تعتبر أكثر شيوعا ويعني تصير دائما اللي هي الـ SVT سموها Superventrical Tachycardia أول شيء الريت مالتها يصير 150 إلى 250 bit per minute الرذم مالتها regular يعني سمثل ما جاء شوفوهم بالصورة بأنه أكو تسارع بس شنو تخطيط منتظم يعني المسافة ما بين QRS هنا نفس المسافة ما بين هاي وهاي فالتخطيط منتظم الPR Intel Word ما نقدر نحددها ليه شوفوها هنا دقيقة بالتخطيط يعني شوفوه مختفية لأنه سريع كل شيء الـ P-Wave شبهها Hidden أو يسموها مدموجة ويا من T-Wave يعني هنانا موجة المفروض موجة هاي T هنا تيجي ورها الـ P بعدين QRS من السرعة الـ T والP مثل المدموجات فما تباين فهاي عندنا صفات QRS شبهها من 0.6 إلى 0.10 second فإذا أكثر من الواحد معناه ونمركيه بالـ Conduction دي يصر وين بالـ Ventrical فكعلاج نحتاج نحتاج الـ 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 اللي هو هاي اسمها تجارية الـ المودارون أو الكاردورون والـ دلتازيم الكاردوفيرد شنها آخر شي اللي هي يعني دي سي شوك زين فالرسم يعني مطلوب ينحفظ لأنه حتى لأنه حتى لأنه إحنا من خلاله نشخص فنعيدها بصفات سرعة الـ الـ مختفي أو مدموجة ويتي لـ QRS شبيهة مثل ما قلنا بأنه حتصر تسارع فهنا هنا يصر انتظام منتظم يعني تخطيط منتظم لأن ليه شانس هنا ركزت على الـ وركزت على المنتظم لأن اللي حننعرف الجواب وين بالـ Fibrillation بس هاي أول حالة ويانة الحالة الثانية اللي هي Atrial Flutter الرفرفة الأذينية الرفرفة الأذينية هي AV node Conduction للVentrical تختلف بالبلوك يعني شلون القصد بأنه مرات تيجي موجات 2P بعدين تيجي موجة وحدة QRS أو مرات تيجي أربعة من موجات الـ P يلا تيجي ورها وحدة QRS فيسموه ذا مثل موج TMP بموجة QRS كونثين إلى واحد وذا أربع موجات بوحدة أربعة إلى واحد فهنا حنفقد Atrial Kick يعني تقريبا حصر إنه مشكلة وين بالكاردياك Output فداما وين يصر إنه المشكلة بالCoronary Arter disease والValvular disease يعني لعدهم مشاكل بصمامات القلب أو بالCoronary Artery يصر وياهم الأتريال وفلتر الصفات ماتة الأتريال ريت السرعة مالدقات الأذينات حتصر من 250 إلى 400 ضربة بالدقيقة يعني رقم كلش عالي الPR Intellivor مثل ما دا شوفوها ماكو زي ما نقدر نحددها بعد إش عدنا عدنا الريثم Regular or Regular حسب النوع مالدقري يعني الثين بواحد أو ويا أربعة بواحد حسب فهيسموه ذا منتظم أو غير منتظم يعني شون إذا منتظم يعني خنقول تخطيط كله ثنين بواحدة QRS وذا غير منتظم لا يجوز يجي ثنين بواحدة QRS بعدين يجي أربعة بواحدة QRS فهذا يسموه Regular الP Wave مثل ما هنانا واضحة هي يسموه أسنان من شار فهنانا بتخطيط الميزة بأنه الP Wave شو يصير أسنان من شار يسموه South Tooth Flutter Wave والVentrical Rate يصير سلوه لو فاس حسب الدقر ما البلوك الQRS يصير نورمال أو يصير بيها تضايق شوية العلاج دلتازين وبروبنالول اللي هو الأندرال أو أذر بيتا بلوكر اللي هي الميتابرولول زين الديجوكسين والأميودارون الكاردوروم ماغنيسيوم إذا أحتاجينا دي سي شوك والأنتيكوغلانت الأنتيكوغلانت حتى نتخلص من الرسك مالك لوتات لتصير الأتريال ثوبريليشن بالأتريال ثوبريليشن هنانا هنسوي مقارن بينه وبين الSVT الأتريال هنا أهم حيفقد لأنه حيصير بيه سرعة ماتة في الكارديوك أوتبوت أهم حتصير بيه مشكلة فممكن حتصير بول من القدمة هنا ركز أول نقطة العفو أمبولزين أو صير ستروك الأعراض اللي يشكو من هالمريض زين اللي هي خفقان وتعب وعياء يعني أقصى درجات بالتعب ومشكلة بالبالس لأنه هو بحذ ذاته الخطأ اللي نخاف منه هو المايو كارديو الأسكيمية زين هسا اللي تركزولي على التخطيط أول شي الأتريال ريت هو أربعمية إلى ستمية يعني رقم عادي الPR انتيرفل هما يتحدد الموجة مع الP حصير مختفية زين الرذم يصير الرغولر التخطيط غير منتظم بينما بالSVT عدنا السرعة تلفت وعدنا الP ويف ما موجودة هنا هما موجودة والرذم هناك رغولر هنا بالAF الرغولر الرجل الVENTRICLE رايت يصير نورمال أو بيتسارع يعني الQRS يصير بها تضيق Management مثل Atrial Flutter يعني هم إذا أحتاجين بيتا Blocker أو Enterthmic Drag اللي هو الكاردورون زيان هسا نجي على الحالة الأخرى اللي هي Premature Ventrical Contraction اللي هي يسموها الاكتوبك هاي اسمها الثاني الاكتوبك أو الضربة الهاجرة ممكن تيجي وحد ضربة هاجرة وحدة أو تيجي أكثر من ضربة هنا دائما نصر Light Headic خفقان وياها التغيرات اللي تصير بال ECG هي الP Wave هسا هاي عندنا اكتوبك Wave تصير هي بالQRS تصير شكلها مثل يعني غير متناسق فالموجة ما الP اللي قبل QRS ويا الاكتوبك شا صير حتختفي فعدنا اول نقطة اختفت هو بحذ ذاته Regular ليش لان يعني هيصر ضربة هاجرة تيجي خارج الضربات الطبيعية لQRS مثل ما وصفناها بانه هي نصر Wide عريضة وبزار متشوهة بالشكل اكثر يعني من 10 سكين وداما يصر وراها Compensary Balls عفو Compensary Balls يعني فترة ما التوقف عادين يرجع طبيعي فالكوز مات هواي ناس طبعا عدهم ضربات هاجرة ذو اللي يشربون قهوة هوا المدخنين العصبيين اللي عدهم Cardiac Schemia جماعة Digoxyntoxicity Ketrolite Embalaz Hypovolumia Fever Hypocalemia Hypoxia العلاج مات نعالج السبب يعني مثلا اذا واحد عده hypoxia نعالج الhypoxia وننطي علاج يحتاجه فأما Amiodarone اللي هو Cardorone أو Lidokine Xilocaine IV فهاي علاج الاكتوبك هسه عدنا نوع اخر يهو Ventricle Tachycardia Ventricle Tachycardia هذا تخطيط القلب مثل ما جاي شوفوه مجموعة من القبب يعني قببات واحدة بصف اللغ زيان لازم نعرف نحن Ventricle Tachycardia إذا من عالجناها حتتحول إلى شنو VF وتوصل مراحل آخيرة بحياة الإنسان فالريت ما نقدر نحدد ليش إن أصلا ماكو لا موجة P وينها موجة P ماكو والPR ماكو فالأتريا الريت ما يتحدد فالريت أميو دارون فهسا نجي على 4 إلى 6 دقاق ما عالجنا حالة ممكن يصير brain death فعن حالة كلش خطرة وما نستهام بيها وهذا دائما نصير جماعة مرضى العنان مركزة الأتريا ما نقدر نحدد يعني مثل VT ليش لما عدنا P wave ولا عدنا PR interval الventricular رايت شي يصير ما بي نمط معين يعني مثل مجا شوف ومجرد هيش مثل الشخابيض بأنه ما نقدر يتحدد فالعلاج مات اميو دارون اللي هو الكاردورون زين العلاج طبعا اللي قد نستخدم بالعراق والأميو دارون زين والليدو كاين ماغنيسون سولفيت نمط ديسي شوك ميتين الى تلاثمية وستين جول زين CPR نسوي اذا احتاجينه ويامن نمط ادرينالين والصوديوم بايكاربونيت يعني طبعا يعتمد على الاسد بيس بارس هنا ونسوي تيوب زين ونخلي كانولي ذا الشخص ما عنده كانوا وليه و نسوي سمو انديوس مال هايبو ثيرمية يعني احنا بالانتي مثلا مو عدنا سوى هايبو تينس في جباري اهنا ذول المرضى نحاول نسوي انديوس مال هايبو ثيرمية نخلي الحرارة تقل فهي احد طرق العلاج يعني نوصل ثلاثين الى اربعة وثلاثين سليزية قبل ما اختم الحلقة وياكم خليت يعني نصيحة مثل ما تعرفون الوضع الصحي يعني كلش واصل مرحلة سيء بالعراق فاللي اريده منكم بانه تلتزمون بتاع اليومات السلامة والوقاية والذكروا بانه كادر طبي هو دا يشتغل ويتعب على موتكم واكو الجيش والدفاع والشرطة والمرور كلهم بانهم ضحيم بنفسهم عوائلهم حتى يحافظون على حضرة تجوى لما يخلوا الناس تطلع الاجل صحتهم يعني مو يمنعوهم لسبب معين فاتوا بها الفترة منستغل لوقتكم لطالب يقرأ ما اقول لك يقرأ اليوم نهر بس اقرأ استفاد لا تعوف وقتك الي عنده هواية يمارسه وانشاء الله يا رب صحة وسلامة عالجميع واتمنى يعني الموضوع سهل وما بصعوبة وشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة